طيب خلينا نروح لموضوع حلقتنا النهاردة طبعاً الأهلي والداخلية وتمرنت الأهلي وتحضيراته هتكون معنا في السدسة على مدار الحلقة لكن خليني أبدأ معاكم ببداية اليورو الحقيقية يعني هي اليورو الحقيقة أنا استمتعت بيها جداً السنة دي يعني دايماً بشوف الأدوار التمهيدية لكل البطولات الكبيرة بتأخذ بعض الأوقات سخيفة ومملة وممكن تطلع من كل 3-4 مطشاط بمطش لكن اليورو السنة دي كانت مؤلعة نار الحقيقة من بدايتها لكن ده ما يمنعش أن الجمعة والسبت هيكون معاد مع من وجهة نظري 3 مطشاط ممكن يكونوا نهائي مبكر وتعالوا نستعرض مع حضراتكم مطشاط أو نتائج مطشاط إمبارح ونشوف مواجهات الدوري الثمانية الرهيبة اللي هتبدأ يوم الجمعة وتنتهي يوم السبت إمبارح طبعاً هولندا قدرت أنها تكسب رومانيا بنتيجة 3-0 وتركيا تجاوزة النمسا اللي كنت بشوفها الحقيقة الحصان الأسود للبطولة بنتيجة 2-1 وده معناه أنه 8 أبطال اللي بينفسوا على اللقب اللي هو المستمرين في مشوار اليورو 24 هيكونوا على معاد يوم الجمعة والسبت مع لقاءات دور الثمانية عندنا نهائي مبكر وأعتقد أن اللي هيفوس في المباراة دي فرصه كبيرة جداً جداً في الوصول للمباراة النهائية إسبانيا في مواجهة ألمانيا مباراة هتكون يوم الجمعة الساعة 7 بتوقيتنا في القاهرة ويليها مباراة أخرى من العارة تييل يعني لو عندك ارتباطات عندك خروجات عندك مناسبات حاول تفكك منها لأنه أنت معادك من 7 إلى 12 معاك يعني جولة قبل نهائي على مستوى والبرتغال في مواجهة فرنسا هيكون توقيتها الساعة 10 بتوقيتنا هنا في القاهرة وفي ظن طبعاً كورة القدم ما فيهاش توقعات بس أنا بشوف أنه من الأربع منتخبات دول خلينا نحطهم بالترتيب كده هم ترتبهم الحقيقة إسبانيا ألمانيا فرنسا والبرتغال لكن الأربع منتخبات الحقيقة يستاهلوا يستاهلوا واحد منهم أنه يكون موجود في النهائي وبشوف أنه القرعة والترتيب ظلامهم بشكل كبير جداً عشان الناحية دي مختلفة تماماً عن الناحية التانية لا يقلل طبعاً من قوة المواجهات لكن ما شوف أنه طريق إنجلترا أعتقد مفروض بالورود هولندا مش هي هولندا هولندا هتواجه تركيا يوم السبت الساعة 7 بتوقيتنا في القاهرة وإنجلترا هتواجه سويسرا الساعة 10 بتوقيتنا في القاهرة أعتقد أنه إنجلترا وهولندا الأقرب للدور قبل النهائي إسبانيا وفرنسا الأقرب أيضاً للدور قبل النهائي وده شكل مواجهات دور التمانية في بطولة اليورو نروح للكبا كبا أمريكا ونبدأ مع حضراتكم بالنتائج برازيل في مواجهة كولومبيا مباراة كانت من العارة تقيل حقيقة ولكن نتجتها لا تعبر عن مستوى الفرقتين وخصوصها لبرازيل حقيقة اللي بدأت البطولة بمنتهى القوة المباراة انتهت بالتعادل بنتيجة واحد واحد ثم عندنا كوستاريكا وبراجوي المباراة انتهت لصالح كوستاريكا بنتيجة اتنين واحد نروح لمباراة الدور ربع النهائي عندنا الأرجنتين في مواجهة الإكوادور والبرازيل في مواجهة الأورو جوي والمباراة دي هتكون مباراة نارية وخارج التوقعات يعني طبعا اللي مش متابعة البطولة هيقولك طبعا البرازيل بس انا بقولك نسخة الأورو جوي دي مختلفة جدا والمباراة دي هتكون قوية ونتجتها غالبا هتكون غير متوقعة عندنا كمان فنزويلا في مواجهة كندا وعندنا كولومبيا في مواجهة بانما ده شكل الربع النهائي في البطولة واعتقد طبعا انه وارد جدا يكون نهائي كلاسيكي بين البرازيل والارجنتينة اخبار الاهلي كل التفاصيل في السادسة معنا في الحلقة لكن بعد الفاصل